موسيقى هذه دروس للأبناء وللعزواج وللزوجات أكو رجل هذا مؤلف موسوعة ضخمة ما أذكره وأظن أنه الآن متوفر كاتب موسوعة ضخمة وحقيقة عمل عجيب مو عمل فرد واحد عمل لجنة ولكن هذا الفرد بوحده كتب هذه الموسوعة وأنا شفت قبل كم يوم موسوعته حقيقة موسوعة عجيبة ومفيدة كانت له أم هذا الرجل أم سيئة الأخلاق عجوزة طاعنة في العمر الكبار أخيانا يصير فيهم حالة حدة وشدة ونزق وخرق أمه طاعنة في العمر وسيئة الأخلاق وحادة وشديدة وهذا الرجل قائم على خدمتها هذا أثر الإيمان كل حاجاته يطبخ لها هو يجيب لها ماء الوضوء يوضئها ينفذ احتياجاته والمرأة مقعدة أيضا مرأة مقعدة خدمتها عمل شاق بلغ الأربعين فكر يتزوج ما يتزوج شلون يجمع بين زوجته وبين مثل هذه الأم قال لا ما أتزوج أمي أهم من زوجتي ما أتزوج لأن ما يمكن أن أعيش في هذا البيت مع هذه الأم والزوجة فما تزوج حتى تجاوز الأربعين يقول أنا هذا الرجل كلما كنت أتحمل أمي كنت أشعر بلوامع بإشراقات بومضات من عالم الغيب على قلبي تضحي هذا هذا النوع من أنواع التضحي أشعر أن قلبي يتنور فاتخالة واحد عنده في آخر البلد لا تفيد ولا تضغ واحد قربة إلى الله يروح يقعد عندها يقول لها ماذا عند الشوق يضحكها يخدمها يكنس بيتها بيده سووا هذا العمل حتى واحد يشعر بهذا النور في قلبه يقول أشعر بهذه الومضات من عالم الغيب على قلب يقول في ليلة من الليالي الباردة كنت نايم أنام في غرفتها قريب منها ومخلي جرة هذه القضية يمكن ما القبل أربعين سنة خمسين سنة مخلي جرة حتى بمجرد إذا قامت في وسط الليل وطلبت الماء بسرعة أطيها ماء يقول قامت وطلبت الماء يقول أنا بسرعة قمت وأخذت ماء الجرة وخلت فيه يمكن مثلا قضية طالت نصف دقيقة ربع دقيقة لكن واحد إذا صار كبير بعد ما عنده أعصاب ما عنده تحمل يصير عجول كثير يعني مو كلهم فلازم واحد يتحملهم يقول هي غضبت وسبتني سبا مقضعا وأخذت الماء وتشبت على رأس تصوروا نفسكم في هذه الحالة يقول أنا فورا أخذت الإناء أو إناء ثاني رحت ملأته ماء وقلت له يا أمه أنا أعتذر منك على التأخر خذي هذا الماء يقول في تلك اللحظة ذلك الوميض الذي كنت أشعر به تحول إلى نور يغمر قلبي إذا كان وميض الآن تحول إلى نور كالشمس الظاهر وشعرت أني انتقلت إلى عالم معنوي آخر عالم آخر والله تعالى أعطاني ما كنت أريده وهذه الموسوعة التي ألفتها من آثار تلك المدارات لأمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر